السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نخل ورمان وأرحب دائما بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفيد الأستاذ الباحث بمعد الحسن الثاني لزراع والبيترة بالرباط والمتخصص الخبير في علم التغذية أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور الكريم في هذه الحلقة بإذن الله سوف نتحدث عن تغذية الأطفال طبعا الذين يرتادون المدرسة فلا يختلف إثنان على أن كل الأطفال بحاجة إلى غذاء صحي وسليم لنموهم الجسدي والعقل في آن واحد في كل دخول مدرسي يصبح السؤال الشائع بين الأباء هو كيف يستعد طفلي للعودة إلى المدرسة من أهم الأمور التي يجب على الأم أخذها بعين الاعتبار تنظيم تغذية طفلها من جديد باعتبارها مهمة جدا حيث الطفل أو الطفل المراهق في مرحلة بناء ويحتاجان إلى غذاء صحي ومتوامز يزودهما بالطاقة اللازمة لضمان الحيوية والنشاط طيلة الدوام المدرسي مع ضرورة الانتباه إلى الكمية لأن من شأن الزيادة فيها أن تجعله عردة للمشاكل الصحية الغذائية كالسمنة وسوء الهضم وحتى تكون الأم قادرة على اختيار الغذاء المناسب لطفلها عليها أولا أن تدرك معنى الغذاء الصحي فالغذاء الصحي المتوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية الرئيسية لسلامة نمو الطفل أو المراهق ويضمن إمداد الجسم بالطاقة ومقاومة الأمراض وبالتبع ليس غذاء بعينه يحتوي على جميع العناصر الغذاء الرئيسية بشكل كامل لذا يجب التنويع في الأغذية التي يتناولها الطفل في الوجبة الواحدة لضمان حصوله على العناصر الغذائية الرئيسية من فيتامينات ومعاد ودهون وماء بنسب محددة ومتوازنة وهذا لا يتحقق إلا بتنويع مصادر الغذاء دون إفراط أو تفريط حيث يجب أن نعرف متى، كم، كيف، ماذا، وأين نأكل فوجبات الطفل يجب أن تتضمن جميع العناصر الغذائية لأن الطفل يكون في طور النمو وأي نقص من أي عنصر قد يؤثر سلبا على الجانب العدوي والوظيف للطفل لا يجب إرغامه على الأكل، بل التعامل معه بذكاء، ولا يجب ربط ذلك بالعقاب فمثلا، وجبة الفطور يجب على الأم أن تجعل هذه الوجبة عادة لدى طفلها حتى لو كانت بكميات قليلة في الأيام الأولى لأهميتها في زيادة نشاط الجسم مع ضرورة التنويع في محتوياتها على أن تكون من الفاكهة الطبيعية المجففة أو الطرية، العسل، الحليب، الخبز، من القمح الكامل، البيض البلدي، الجبن وزيت الزيتون كما تقول وتنصح دائما فضيلة الدكتور ويبقى التنوع والابتعاد عن المصنع سر الوجبة الناجحة إلى جانب تناول كمية مناسبة من السوائل مثل الماء والتغذية السليمة تزيد من قدرة الأطفال على الاستيعاب والتركيز خاصة في الصباح وفي ساعات محددة قبل الذهاب إلى المدرسة طبعا هل كل أم أو أب يستطيع أن يحافظ على الغذاء الصحي لطفله؟ يبقى السؤال مطروحا إذن للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال على القامة الهاتفية دائما أذكر بها 05-37-36-27-27-27-27 أو 05-37-26-20-0-51 وتستقبل مكالمتكم مخرجة البرنامج إيمان مزاحيم كل يوم جمعة من الساعة العشرة صباحا إلى منتصف النهار وأيضا يمكن طرح أسئلتكم عبر صفحة الفيسبوك نخل رمان إيميسيون عبر البريد الإلكتروني للبرنامج النخل رمان أربا سيسينيغتي.ما فضيلة الدكتور الجليل ما المقصود بالغذاء الصحي أو الغذاء المتوازن للطفل والمراهق؟ وكيف يمكن أن نجعل أطفالنا يتناولون وجبات صحية دون أن نرغمهم على ذلك؟ لأن في وقتنا الحالي كل أباء دائم الشكوى بسبب هذا الموضوع نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولم تكن هذه الشكوى من قبل لأن طبعا كان الأكل بسيط جدا كان الطفل يأكل خبز وكان يلعب طول النهار ولم تكن لديه لا حساسية ولا فقر الدم ولهاششة العظام ولا توتر عصبي وكان يحصل جيد أطفال البادية الآن وملك يحصلوا جيد في التعليم فهذه الأشياء هي في المدينة فقط في البادية ليس هناك أي مشكلة لماذا؟ لأنه مع الأسف الشديد أن الطفل الآن يحسب عليه غذاء وهو ليس غذاء أنه يحسب عليه صندويتشات يحسب عليه بسكويتات وهذه الوايفرز كنسمها الباسطة في المغربية ثم يحسب عليه الشوكولاتة تحسب عليه بعض الأشياء هي ليست مغدية وليست غذائية ثم تحسب على الطفل وكأن الطفل تغدأ أو أكل ولكنه لا يأكل كل شيء هذه الأشياء لا تعطي لها طاقة ولا تعطي لها بروتينات وليس فيها أي شيء يجب أن يعلم الناس هذه الأشياء فلما تناول الطفل مثلا عصير طبيعي حتى ولو كان عصير خضر يحصل الطفل على سكريات بسيطة جيدة للطاقة ويحصل على أملاح معدنية وفيتامينات ويحصل على بعض المضادات للأكسيدة جيدة للطفل يحصل على أشياء مثلا بعض الألياف الخشبية الدائبة موجودة في العصير لكن لما يتناول مشروب غازي فهو لا يحصل على شيء المشروبات الغازية ليس فيها شيء نافع للجزم إلى الماء لا يحصل على شيء ثم هي تحسب عليه هو يحصل على أشياء سلبية لا تترك هذا الامتصاص يمشي أو يمشي أحسن نصيحة هي أن لا يتبع عن الناس النصائح أنا أقول أحسن نصيحة هي أن لا يتبع عن الناس النصائح التي تعطاهم للأطفال يعني بعض النصائح الحال العشوائية التي أهدت آه كذا يعني عفو يا حصائح عشوائية أنا أقولها عشوائية نصائح يعني لا تأخذ بعين الاعتبار لا العلم ولا الوسط الذي يعيش فيه الطفل ولا تأخذ بعين الاعتبار العادات الغدائية ولا تأخذ بعين الاعتبار موسمية الأشياء ولا تأخذ بعين الاعتبار الأشياء كيف حضرت وكيف يعني سويت في المنزل أو في المعمل أصبحنا نسمع نصائح حول الشوكولاتة أنها مهمة وأنها غنية بالحديث هذا كذب لماذا؟ لأن هناك مستحضر الشوكولاتة هناك مستحضرات تدخل فيها الشوكولاتة بـ 10 أو 15% وفيها مضافات غذائية وفيها أشياء أخرى التي تضاف إلى هذه المستحضرات الشوكولاتة لماذا؟ لأنها المادة الأساسية هي الكوكوا يعني هذا النبات هذا النبات الكاكاو والنبات فيه الكاتيشينات التي موجودة في الشيء الكاتيشينات هي قوية ومعروفة إذا تناولنا الكاكاو أما أن نقول الشوكولاتة بأنها مهمة لإلكتفع فهذا كذب على الناس هذا كذب لأنها تدخل في المواد الصناعي وتدخل في المستحضرات ليس هناك مستحضر صناعي الآن بدون مضافات غذائية ثم هذه المستحضرات ما كنهها بعض المستحضرات التي نستعمل فيها القمح أي قمح بعض المستحضرات مثل بسكويتات مثلا مستحضرات التي نستعمل فيها مثلا درة أو أشياء أو رز أي رز أو أي درة هل هو مغير وراتيا هل هو طبيعي هل هناك مضافات غذائية فهذه هي التي الآن أدت بهذا الطفل إلى أنه أصبح متوتر أصبيا أن الطفل أصبح لديه أمراض تأتي من نقصان بأل امتصاص هي موجودة في الطبيعة ولكن لا تمتص في الجهاز الهدمي عند الطفل ولذلك نلاحظ على أن عندنا الأنيمية الآن في المدن ليس في البوادي عندنا الأنيمية وأن لما نستمع إلى بعض النصائح الطبية أنهم يعزون دائما على أن أطفال البادية لديهم نقص في التغذية هذا كذب ليس هناك نقص في التغذية لأطفال البادية ليس هناك أنامية في البادية ولا هششة العذام ولا توتر عصبي في البادية أطفال البادية أكلهم بسيط ولكن جيد وهذه الأشياء حتى أطفال في الجبال الذين يأتون سبع كيلومترات وعشر كيلومترات للمدرسة البدائية هم لا يحملون معهم أي شيء يعني خبز أو أشياء بسيطة هكذا ثم ليس لهم هذه الأمراض فالنقص ليس فيما يأكله الطفل لكن النقص في الامتصاص أن الطفل يأكل من طول النهار ولكن هؤلاء الأشياء لا تمتص لماذا؟ لأن فيها كابحات الامتصاص نسميهم الآنتينيتريمون وهذه الكابحات الامتصاص هم الآن لوصلوا الأطفال لهذه الحالة العامل الأول الذي أنا ألح عليه هو هذا النساء يتجنبوا هذه المشكلة لتخوف على الطفل أن النساء الآن ولدي مكانش وأن الطفل بغا تعلفه لا أدري ماذا تريده من هذا الطفل وتريده أن يصبح لديه لحيا وشارب مثلا على سبع سنوات أو ثمان سنوات هذا الطفل يمر بأطوار يمر بأطوار لا يشهد السيدة وشبغة الطفل يقولي رجل في خمس سنين ماذا تريد من هذا الطفل فلتتركه في حالي من اللي سيحس بالجوع سيطلبه منها الخبز فلتترك الطفل في حالي مع الصباح تبقى الداخل على الطفل وتبقى تحذر فيه وتبقى تحايل عليه بأشياء من اللي ما يبغيش تتعطيه مادة صناعية غير بأشي يأكل هذه المادة الصناعية كتتحسب عليه ولكن تحسبت عليه كسم وليس كتغذية فلتترك هذا الطفل بالجوع أحسن أن تعطيه هذه المواد فلتتركه بالجوع أنا أقول تترك الطفل جائع يكون أحسن لأنه لن يموت بالجوع فهنا كي يبقى هذا النساء كي يعملوا كتبقى تشريليه مشتقات الحليب خصوص اليوغورت والأشياء كتبقى تحذر في تشتريلي شوكولاتا تبقى تشريلي بسكاويتات ولما يبغيش يبركليها مثلا في الرود الطفل كتعل من تمسو التربية من نبذاء أن هذه المرأة تتحايل على الطفل وتتشريلي أي شيء شريطة أن يقبل لها الرود فلماذا لا يبقى هذا الطفل في المنزل لماذا لا يبقى في المنزل وربما حسب ظروف سيدة نعم ظروف سيدة نعم هذا هو الخطأ جزاك الله وخيرا لأننا أصبحنا نكيف حياة الطفل على حياتنا ويجب أن تكيف المرأة حياتها على حياة الطفل فالعكس ولا يخصوا يكون خص هذه المرأة تكيف حياتها على حياة الطفل لكن النساء عدهم ما يأكلوا ومع ذلك يخلوا ربعات الأطفال وكيمشون العمل عدهم ما يأكلوا ولكن كيمشون العمل غيش هي لحجة العمل هذا أشياء يجب أن هناك تمن الناس خصوهم يعرفوا بأنه ينتمن النساء اللي كيقدروا عليه الآن يقدرنا جيدا أنها تحمل طفل الطبيب وتشريليه الدواء حتى ولو كان طانية عشرة ليلة ممكن تدي المستعجلات وتبحث على صيدلية الحراسة وتشريليه الدواء هذه قدروا على جميع النساء ولكن اللي ما يقدروش عليه هو أنها تعجل الطفل بالخميرة البلدية هو أنها تصوب لها الخضرة هو أنها تطهيه في المنزل هو أنها تشوف الليل واش الطفل مغطي ولا لا هو أنها تشوف الوسادة دياله واش فوق منه ولا نزل من فوق الوسادة هذه الأشياء هي التي تترتب عنها هذه الأشياء ديالالتهاب اللوزتين والتبول لا إرادة عند الأطفال التبول لا إرادة ولا عجمة الطفل لا يريد غرفة لا يريد غرفة مستقلة وفيها لعب وفيها فراش أنيق الطفل لا يريد هذه الغرفة الطفل يريد أن ينام بجانب أمي وأبيه الطفل لا يريد غرفة هذه هي الأشياء التي لا يقدر عليها ربما في سن معين دكتور ليس هناك سن معين عند الطفل الطفل دائما طفل كلما بقي بجانب أمي وأحس بالدفء وحتى الآب لماذا لا ينام بجانب أبيه نعم نعم يجب أن ينام الطفل بجانب أمه وأبيه على الأقل حتى السن لوصى على الرسول صلى الله عليه وسلم سبع سنوات أقل من سبع سنوات لا يمكن للطفل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على سبع سنوات ووصى على عشر سنوات لماذا هذه محطات المعلم الأول صلى الله عليه وسلم نحن لا نتبع أي مرجع في تربية الطفل أياً ما كان أياً كان أياً كان من أية دولة وليس هناك دولة راقية في تربية الطفل مع الأسف الشديد لكن تركنا الأشياء التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشدد صلى الله عليه وسلم مع عقوبة الطيف الأقل من سبع سنوات ولذلك أعطانا رمز مروهم لسبع وضربوهم لعشر ومشي الضرب بالوجه والضرب بالعنف والضرب في أي مكان حتى الضرب عنده قواعد وبدون ضرب العقوبة مشي بالضرورة تكون ضرب ولكن حتى الضرب ما يكونش ضرب مبريح ولا يكون ضرب حتى أن الطفل تضربه على رأسه يعني أماكن الضرب لا تؤثر كي يضرب الأطفال روسهم ويصفعهم لوجههم هذه الأماكن حساسة في جسم طفل ما يتضربش لرأسه وما يتضربش لوجه دياله هذه ما لكن في الظهر دياله وفي الكتاف دياله ولا حاجاتك أو في الفخي دياله ممكن تضربه ومشي مشكل لماذا من قبل حتى المدارس من قبل في أوروبا كانت تضرب الأطفال لديهم وكانت تضربهم على يديهم كانت تضربهم أحد دريبات بالمسطرة على يديهم كانت هذه في أوروبا ما شاء عاد الآن غادين يهرلون هذه المسائل ونبيعنا بيداقوجية حديثة هناك بيداقوجية حديثة البيداقوجية الراقية الآن هي أن يتعلم الطفل الكتابة على 8 سنوات وليش 7 سنوات هذه البيداقوجية الراقية لماذا؟ لأن خصنا نفوت العمر فإن طفل اللي يصح عليه الرصول على 7 سنوات يحتاج أن يجبه لأن الطفل اللي وصح علي الرصول من طفل البادية هذه الساعة ملل كانت تطفال البادية تصبح أطفال بادية على 7 سنوات تكونون ناضجين لا يمكن أن يجلب لديهم ويأتي بأدook أي مكان يسترحل بهذا وأيخ نحن ناضج الطفل في المدينة على 7 سنوات ليس ناضج السنة وعشرة ليس ناضج لا يمكن你可以 يسخر الدكان 였ه لا يمسك بالسقطة ولذلك هذا المشكل اللي واقع عند الأمهات هو مشكل نفساني يجب ان يتجنبوا هاد القضية ان الطفل لا مكانك سيقوم يجب ان يجنبوا ان الطفل يجب ان يأكل و اقعره خاصهم يتجنبوا هاد القضية الاطفلة و يكون قرره فيه اكل collective ولا اعطيه حاجه في حاجه التي يريدها للأكل ثم يقول رغمها عن بعض الأشياء هذه فعلة يجنبوا الاكل الاطفل في أي وقت هذا سلوك خاطئ يجب أن يتوقف يجب أن يتوقف نازم الأطفال يجب أن لا يأخذوا معام أي شيء للمدرسة أي شيء إذا كانوا سوف يرجعوا مع الـ 12 سوف يأتيوا مع العائلة سوف يتغدى مع العائلة لا يتغدى لأحدهم يعني المشكلة أن بعض العائلة الآن في المدن ولو يغدوا الأطفال ولو يعشيهم يتفرغوا هم العشاء الطفل يكون مع العائلة أثناء الأكل يتعلم بعد الأدبيات ويجلس مع الناس ويأكل مع الناس أما يأكل الطفل بحده فهذا ليس حيوان غن علفه ليس خروف ولا عجل يجب أن يأكل الطفل مع أبيه وأمه أن يأكل الطفل مع العائلة نعم نعم فالآن بدينا نشوف بعض السلوكات لي النساء قرأوها في بعض الكتوب وللي شافوها في بعض هذا وللي سمعوها من بعض الناس الذين ينصحوا الذين تأتروا بها نعم وهي أشياء جاهلة وأشياء خطيرة في المجتمع لأنه لدينا تربيتنا أن الطفل تعليمي يكون شافوي نعم ما يلج للرود ولا المدرسة قبل ست سنوات وفي السنة السادسة يمشي للرود نص نهار أو ساعتين في السنة السابعة يتسجل وأن لا يكتب قبل سبع سنوات أو ثمان سنوات أن يتعلم شافوياً أن يحفظ ظهراً عن قلب الطفل الذي لا يحفظ ظهراً عن قلب لن يكون شيئاً لأن بعد لا مش ربما لأن كانت هناك واحد نزع لأن دكتور الآن أصبحت مدارس أو رود الأطفال رغم أنهم يمشون على ثلث سنين هذه مسائل تجارية فقط هذه لا تموت بصيلة إلى البيداجوجية الأطفال وتربية الأطفال ولكن دكتور يمكن أنا أختلف معك في هذا الرأي ثلث سنين هناك أطفال يتدوم عندهم ثلث سنين وهم غالباً في الرود يلعبون أو يعلمون أو يرسمون يعني كيتغير السلوك ديلاً كيكونوا في المنزل يعني هذه بتجربة يكونوا في المنزل كما كان قوله باللغة الفرنسية أجتة يعني مندفعين ولكن داخل الرود كيتهدنوا كيجوا البيت مغير السلوك هناك واحد دور ديلا للرود هذه ليست دعاية تجارية ولكن هذه ملاحظة ليس الرود في حد ذاتي الطفل يجد الأنس إذا كان من يؤنس الطفل طبعاً إذا كان في المنزل أبوه أم وغيبين طبعاً حسن له الرود وهي غارب اللي كينة داباً وغيره الأنس إذا كان من يؤنسه في المنزل فلا يحتاج هذا الطفل أمشي وغادي تعلم في المنزل أحسن وغادي يكون عنده عقله أحسن وغادي يكون يحصل أحسن وغادي يدخل المدرسة بدون أي مشكلة لأن الآن المسائل التربوي والبيداغوجية للناس التحاملية لم تتقدم أبداً المسائل البيداغوجية لم تتقدم المسائل البيداغوجية اللي كانت في الستينيات وفي السبعينيات ما كان لا رود لو كان الناس يليجون المدرسة مباشرة وكان الآن الناس كانوا يحصلوا أكثر ولكن طرق البيداغوجية هذه الساعة كان فيها الحفظ ظهراً عن قلب ظهرت نزعة في السبعينيات والثمانيينيات تحط الناس على ألا يحفظوا ظهراً عن قلب وهذه النزعة هذه لذي أفسدت المجتمع لأن ليس هناك شيء الذين لا يحفظون ظهراً عن قلب لن أنا أقول لن يكونوا شيء يعني نحن الآن أنا في سني 56 سنة لا زيلت أحفظ القطعات ديال المحفوظات ديال الابتدائي ولا زيلت أحفظ القطع الشعرية اللي قرأتها في الكوليج في الإعدادي ولا زيلت أحفظ حتى التمارين اللي تعطيتنا في المدرسة الابتدائية ما زال حافظة فهذا الحفظ ظهراً عن قلب هو الذي يريح الشخص ولذلك هذه النزعة هي كانت نزعة خطيرة جداً وهي الذي أفسدت الطرق البيداغوجية الآن في المغرب ويجب على الطفل حتى السن ديال الكوليج حتى السن الإعدادي يجب أن يحفظ ظهراً عن قلب لا يعقل الناس كانوا يقولوا يجب أن تفكر أن تتعلم أن تفكر كيف سيفكر هذا الشخص في إنجاز عملية الضرب وهو لا يحفظ جدول الضرب أكيد ولكن ربما تحصل قلب سيعريب جملة وهو لا يحفظ النواسخ لا كان وأخواته ولا إن وأخواته ولا يحفظ التمييز هذا مشكل كبير داخل طبعاً داخل نظام تعليم لما تكون جملة فيها الإشارة فيها مثلاً اسم إشارة نحن كانت عند نقاعدة حافظينا ظهراً عنق ما بعد الإشارة يعرب ناعتاً أو بدلاً النفس والعين تعرب عند الإعراب ذي الله في العراب كان وأخواتها كنا حافظينا إن وأخواتها كنا حافظينا كنا حافظي القواعد هذه ولذلك كانت اللغة عندنا سهلة حتى أن قطعة الشكل كان مسموح لنا بخطأ واحد ونحن كنا في المدرسة البتدائية بقيتنا عقل في الشهدة في البيت الثاني فنجتازو الابتحان دي الشهدة خمس سنوات مش ستة الآن ستة خمس سنوات إنا كانت تحضيري كانت الابتدائي الأول وابتدائي الثاني متوسط الأول متوسط الثاني في قسم في الصف متوسط الثاني كان يسمح لنا بكلمة واحدة كخطأ في الشكل الآن كأظن أنا أقصام البكالوريو يحتف كلية الأدب الآن بقع الناس عندهم أخطأ في الشكل كان يسمح لنا بخطأ واحد في النص نص في صفحة يسمح لنا بخطأ واحد في الشكل لماذا؟ لأن قواعد لغة إذا حفظت ظهرا عن قلب فالطفل لا يجد أي مشكل ولا أية صعوبة في إنجاز أي تمرين ولا في كتابة أي نص كل هذه المعطاية الدكتور هل يمكن أن نرجعها إلى عدم التحصيل وعدم من الغذاء الغذاء متوازن؟ لأن تربية الطفل تدخل حتى علم الاجتماع عند الطفل نحن فاش قرينا علم الاجتماع، الطفل قرينا عنده غير ثنين نعم قرينا عنده يعني إما عليهم حدين لعد الطفل يعني ممكنش هذه المسائل هذه إما الجزاء وإما العقوبة حدين طفل بين الجزاء والعقوبة مع الأسف، بين هذا الحدين، هذا يجب أن نلعب بين هذا الحدين على الطفل الجزاء والعقوبة لا ريكمبونس كنا ريكمبونس لابينيسيو هذه المسائل لسلوك الطفل هو أحليين سوسيولوجيا، نحن درسناها في السبعينيات يعني سوسيولوجيا قوية جداً هذه وفي علم السوسيولوجيا داخل فيه التغذية، تدخل فيه التغذية لدرجة أن الطفل مثلاً، الوجبة الرئيسية عند الطفل ليست موجبة الغداء وإنما وجبة الفطور أن الطفل يحصل في الحصص الصباحية، يحصل أكثر من الحصص المسائية ولذلك في الستينيات، نحن لم نقرأه في المسائية لم يكن لدينا حصص صباحية فقط لماذا؟ لأن كان لدينا المرضودية تحصل 100% الآن الطفل عنده 20% يكملون الحصص المسائية في 5% ولم يحصل أيضاً لم نقرأه الجمعة، لم نقرأه نسف نهار لأن المشكلة في المرضودية عند الطفل، ليست محفظة مملوئة ولكن مع الأسف الشديد، هذه المشكلة الغدائية الآن لا يمكن أن يكون واحد مع الأسف، الأم هاته الأباء بغي أن الطفل يأخذ شهادة بامتياز مثلاً شهادة الباكالوريا بـ 19 إلى 20 ولكن بأي ثمن حتى ولو كانت على حساب أخلاق الطفل أنا أفضل أن يكون طفلي عنده 10 باكالوريا بـ 10 يكون عنده أخلاق حسنة يكون صحة جيدة وما يكونش عنده باكالوريا بـ 19 يكون عنده خلاق سيئة لأن الآن طبعاً مع كامل الأسف الأطفال كلهم يعانون من نقص في التغذية ومن فقر الدم وهذا شيء مؤسف سنتكلم عنه بعد المكالمة إن شاء الله بإذن الله إذا نحرق أولى المكالمات ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم سيدة لطفة من مدينة فاس أهلا بك سيدة لطفة من مدينة فاس من مدينة مدينة العلمية أتفضلي سيدة بك أشكراك وكنشكرا دائماً دكتور سيدة النساء أحليك أعطينا الله يبقى في العمى والله يخلي الأمة بغي أن تقول لك لديوا هكذا أحيان من الأحليين لم ي Kantar معدش في القص sty oder كيف يمكن Work of enter ان تكون مؤسفاً مصبرة لم يكن لديوا مع 생겼ة لا يوجه أنها覺得 يعيس في القص leurق وليكن تكون وام كيفما يمكن أن يكون من الأسفل ولكن يمكن أن يكونها upsوة من النبي ليس بك الثاني ومرتي مستقبل اولا كان عندما ي أنه اشكراك والتونام وقلت الحساسي ماذا هذا الحساسي لك مننا؟ ماذا حساسي يصبع للغاية؟ اتكتب الحساسي لك مرحة البردع من قبلتب الاراضة في الليل وبدأت العلل لكي يزرق الوى عينيه ومتبغي يكلين لما ينهاق للخضرات من خضرات وزنها القوانات شيء يبلغ النار نجيب خير إن شاء الله خير شكراً سيداً مدينة فاس عاصمة المملكة المغربية عاصمة علمية هذه جامعة القرويين من أقدم الجامعات في العالم جامعة القرويين ليس أقدم الجامعات من أقوى الجامعات ومن أقدمها الجامعة التي كانت يتخرج منها الطبيب حافظاً لكتاب الله والمهندس حافظاً لكتاب الله كان عظم القرآن أولاً 60 حزب زائد طيب 60 حزب زائد علم الفلك 60 حزب زائد البيطرة وهذه هي اللي إن شاء الله نتمنى هذا هو ما نتقل إن شاء الله أن نعود لأن كما قلت الطفل كان عنده تعليم شفاوي حتى لسبع سنوات تعليم شفاوي حفظ ظهراً عن قلب ممكن طفلي حد 60 حزب وممكن يأخذ بكالوريا بـ 17 وـ 19 ممكن جداً أنا أقول ممكن جداً أقول ممكن وكان وعدنا أطفال يعني في المنطقة ديالسوس وفي البوادي وفي الأطلس كان وعدنا أطفال حفظوا القرآن قبل أن يليجوا المدرسة لماذا لا نستفيد من هذه التجربة؟ لماذا لا يحفظ الطفل 60 حزب ثم يليج المدرسة؟ لماذا؟ لماذا لا؟ وممكن أنا أقول يجي ممكن جداً يعني ما يشير الأطفال كلهم ولكن 90 في الميادة ديالأطفال سيحفظوا 60 حزب إن شاء الله ودخلوا المدرسة بدون أي مشكلة نعود إلى مشكلة التغذية هذا نموذج هذه السيدة لطيفة جزاء الله وخير هذا نموذج عند الأطفال أنا هذا يعني كثرة الحركة كثرة الحركة مع الصبأ عدم نعم كثرة الحركة ومتعصاب وكثرة الحركة التوتر وكين عنده المشكلة للأنيميا وعنده المشكلة للحساسية وعدم تركيز عدم نمو والتبو ولا إيراتي وعدم تركيز هذه كلها نعم عدم تركيز وعنده قتلك بأنه زرقت نعم الحساسية هذه الأشياء مرتبطة بالتغذية ومرتبطة بنمط العيش أولا طفل واش ترضعوا لا الرضاعة مهمة بالنسبة للطفل الأطفال اللي مرضعوش اللي تناولوا حليب الصيدليات يعني منذ اليوم الأول طبعا غادي يكون عندهم مناعة ضعيفة وغادي يكون عندهم نمو متراجعة جدا على الأقل العيال النساء من اللي يولدوا في هذا وتولد شمراء معها يخبروا الأزواج دي لهم يرضعوه لأن الرضاعة تيسون مؤكدة الرضاعة للرسول صلى الله عليه وسلم الرضاعة وتحناك الأطفال خاصة ميكونوا لأننا عندنا أشياء قوية في المجتمع لأننا يجب أننا نتنكر إليها لأننا نتنكر إليها لأننا الآن المسلمين في أمريكا المسلمين في أمريكا الآن أخذوا ويرجعون لهذه الأشياء وغادي سيسبقوننا لهذه الأشياء يعني تحنيك الأطفال بالتمر وحلق الشعر دي الطفل على الأسبوع الأول وختام طفل في الأسبوع الأول ثم العقيقة طبعا هذه سنة مؤكدة ثم المشكلة للكولوستروم اللبأ هذا اللبادي للأم لازم الطفل يرضع اللبادي للأم لأنه اللي غادي يعطيه مناعة جهاز هذا نعم مناعة وجهاز هذا مقوي وما غاديش الأمراض من بعد غادي يكون عنده جسم قوي عنده يقاوم الأمراض يعني خصوص التهاب اللوزتي نعم هذا الطفل كتكون التغذية دياله ناقصة الأم دياله كتبقى تصنط النصائح ولا تشوف مثلا في الشاشة ولا تشوف بعض المنتلوجات رمزيانة الطفل قد قوت كترلي بحل مشتقة الحليب الطفل إلا خاد مشتقة الحليب بكترة كي يولي عنده توتر كي يولي عنده كترة الحركة هذا أول نعم كزين الحليب كزين الحليب هي تدير كترة الحركة الطفل إلا كترولي المشروبات الغازية ومن ثم هوات صناعية غدا تكون فيم طارترازين ملوين ديال طارترازين مزائد البنزوات هذه المحفظ اللي كيدلوه الصناعة ضد الغملة إلا اجتامعة البنزوات لاجتامعة البنزوات مع الطارترازين عنده حساسية كان هناك حساسية بعد المحليات مثل الأسبارتان لاسيسولفات بوتاسيوم استيكلامات والطوماتين هذه المحليات اللي كدر مثلا في المستحضرات يعني في الحلويات وفي بعض المشروبات هذه غدا تكبح الامتصاص على مستوى القولون يعني الطفل ما ديش يخذ حديد وكالسيوم وفوسفور لشنو غدا يقع ما ديش حصل مزيان لأنه نقص في الحديد حتى المعلمين والمعلمات لا يجازون بخير من اللي يشوفوا الأطفال كانوا كيجيبوا واحد النقطة ديال 8 على 10 ومن بعد الطفل يعني حتى هبط المستوى دياله ال4 أو ال5 خصهم يخبروا الآباء ديال الطفل باش يعملوا التحليلة ديال الانيميا لأن من اللي كينقص الحديد الطفل ما كيبقاش يحصل من اللي كينقص المانيزيوم فوسفور كالسيوم والحديو حمد الأوميغا 3 الطفل مع السيروتونين الطفل ما كيبقاش يحصل هذه يعني هذه مهمة جدا بعد الفيتامينات كذلك يعني بحل يود مكوين فيتامين ب ومكوين اليود كيهدأ لأصاب عن الطفل اللي كينفتمر الأطفال خصهم يفتروا بالتمر لأطفال اللي ما عدمش الحساسية ممكن يكلوا القرقاء واللوز فلفطور لأطفال اللي عدم الحساسية ممنوع عليهم القرقاء واللوز القرقاء واللوز والبيستاش هذا الفستق والكوكا والفول السودان هذا الربعة هدو ممنوعين على الأطفال اللي عدم الحساسية كينبعض الأطفال اللي عدم انزعاجات مثلا من الكازين ديال الحليب يمنعو عليهم المشكلة للحليب فقط ما نعناش مشكل الأمهات كيبقوا يصولوا باش نعوض الحليب علاش بغاية يتعوض الحليب طيف البعد سنتين ما محتاجش للحليب لا يحتاجوا حليب أبدا من قال أنه يحتاج للحليب فإنه لا يعلموا شيئا في علم التغذية لأن الطفل اللي الأسنان دياله كتكتامل وكيقول لهم مضغي ويهضم هي العشرين شهر يعني الحولين مش عشرين حولين كاملين تقريبا 24 شهر هي الاكتمال التام للطفل لا يحتاج يعني الحليب أبدا بالبتد إلا كان مع التغذية إلا كان الحليب وبغا يأخذه نعم ولكن مش ضروري 100% لما خادش هذا الطفل الحالي بغا يموت يعني يجب النساء يفهموا هذا الفهم الخاطئ أن الطفل خاصوا بروتينات نعم خاصوا لحوم جيدة خاصوا تجاج البلدي خاصوا البيض البلدي والأسماك هذا التلاثة هذا مهم من الطفل لماذا لأن التجاج البلدي في حديد وبالنسبة للبنيات في فيتوستروجينات لأن البيض البلدي فيه عوامل النمو في الليسيتين لأن الفوسفاتي بادي الكولينية مهمة جدا للأطفال البيض البلدي واخيه كل طفل الرابعة والستفل اليوم ليس هناك أي مشكلة السلوخ أقول ليس هناك أي مشكلة الناس اليما يعطينهم بعض النصائح عندما نجرت البيضات في الأسبوع نعم هي الزائدة الآخر السلوخ ستغلق السلوخ ستغلق اسم لا السلوخ ستغلق لا غالق البيض الآخر غالق نعم بالمقارنة مع البيض الأخ ولكن 8 البيضة هو أقل من 8 البسكاويتات التي يجريون لهم أطفال الآن يأكلون 20 درهم البسكاويتات وليس يأكلون 20-30 جرام الزبدة البلدية وليس يأكلون تمر وليس يأكلون البيض البلدي بيضة بلدية في اليوم للطفل تجعل طوله يكون متكامل وتجعل جسمه يكون على أحسن ما يرام والكولين الفوسفاتي هي مزيانة للمخ كذلك لماذا؟ لأن هنا في هذه المشكلة الشعير بالنسبة للأطفال أحسن من القمح وحتى الدراء الشعير والدراء مزيانة للأطفال الدراء البلدية وحدارة من الدراء المغيرة ويراتين حدارة من الدراء الرومية نحن نتكلم عن الدراء البلدية المغربية ديال البور لما تسقاش الدراء البلدية ما زالك هنا في مناطق ديالدوكالا ما زالك هنا في مناطق الشوية ما زالك هنا في مناطق ديال الشمال ما زالك هنا الدراء البلدية الدراء شعير مهم للأطفال الشاعير مهم يكون خبزه ليكون سميد جيد في العلاج الشاعير في أملاح معدنية وفي مكون سيروتونين جيد للأطفال البيض البلدي فيه بروتينات طبعا فيه بروتينات مكبرتة الكبرية هو الذي يزيل السمو من الجسم وكي نقل الجسم فيه عامل نمولي والفصة دي الكولين والليستين ليستين طبيعي في الصفر دير البيض البلدي بعض الناس كيبقوا يفرقهم بالبيض والصفر ما عرفشنا هذا النصائح من يجابوها لا إله إلا نملكنا هذا المسائي قرناك البيضة تسلق تكل ولا ممكن طيبة لهم الأم دي لقاءة زيكتور ولا أشيما يشكون إذا سمحتها نقاتك كين يطيب البيض نصف طيبة خطأ 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 هذا أسوأ ما كان في علم التغذير البيض طازج وأسوأ ما كان في علم التغذير اللحم يعني هذا كي يسمى سيك دوميسي سيك دوميكوي أسوأ ما كان في علم التغذير لأن البيبسين في المعيدة كل ما كان البروتينات ديناتوري كل ما كان البروتينات ناجين بالنار طيبين مزيان هذه الروابط الكبريتية الروابط الكبريتية تتولي مع معرضة للأنزيمات بسهولة فأنزيم البيبسين في المعيدة يهضم بسهولة ولذلك الحمل طيب مزيان ما يضرش الناس الحمل يخضر يضر الناس يلاحظوه ويحضو الناس من الكفتة لأن الحمل طحون ما يطيبش مزيان وكيبقى الوسط دياله مكتوصلوش الحرارة يخدوهم مزيئة لكن كثير من الأطفال عدوهم مشكل مع الكفتاء داخل صمي طيبوهم مزيئة فهذا المسائلة مزيئة للأطفال بروتينات اللي كنسموهنا بروتينات يعني هذه القوية هي الجاج البلدي والبيض البلدي والسمك لأسماك الأطفال ثم القطاني كمكوين أساسي للطفل السيدة اللاطفة هذيك تقول بأن الأطفال دياله ما كيبغيش لها القطاني وهذا ضياع كبير وخسارة كبيرة بالنسبة للطفل ولكن كين واحد نقطة حسنة وأنه كي يأكل الخضر الخضر جيد المهم الخضر تكتر لي من الخضر لي ملاو جميع الخضر مش غير ينقى مع الطماطم وبطاطيس جميع الخضر يأكل القطاطر الحلوية كل قرعة الحمروة القرعة الحرشوة القرعة السلوية كل ملوخية يأكل جميع الخضر وحتى الأوراق الخضراء هذا القطاني لماذا؟ القطاني فيها مكوين الموليمدين القطاني فيها نسبة بروتينات قوية نعم يعني يحتال 25% وفيها كذلك مكوين تريبتوفان مكوين سيروتونين وهذه الأملاح المعدنية والفيتامينات اللي كينين في القطاني هما كيعطيهم الجسم قوة الناس اللي كيأكلوا الحمص والفول كيكون الجسم ديالهم متكامل كيكون العضلات ديالهم مشتداء ويكون الجسم متكامل جدا لأن البروتينات المكبرتة اللي كينة في هذا القطاني هذه هي اللي كتعطيها الشكل ديال الجسم كين المكوين الثاني اللي تكلمنا على هذا اللوعة ديال اللحوم القطاني مهمين جدا الداسم اللي مزيان للأطفال هو زيت الزيتون والزبدة البلدية من اللي كانت تكلموا عن الزبدة البلدية سمعت بعض النصائح مؤلمة نعم عليين تؤلموني أنا لأن المشكلة تخصص تخصص المارغارينات ممنوعة على الأطفال المنعان كليا باش نكونوا واضحين هذه الزبدة الحيوانية الرومية اللي كنسموها الرومية هي تستخرج مباشرة من الحليب ما زال فيها الكوليستيرول ديالها وهي ليست مخمرة الزبدة البلدية كان خمروا الحليب وكان مخضوه معنى البكتيريا الليبانية تتبت هذا الكوليستيرول كتزول الكوليستيرول وبالنسبة لكي يتكلموه على الناس اللي ينسوهم الزبدة البلدية خاصة يكثر منا الاطفال لحين كديروا منها يأكلوا مناع الصباح لديها اليوم في الخبز تدير ملعقة كبيرة للطرف ديال خبز للطفل ملعقة كبيرة للزبدة البلدية وزبدة البلدية جيدة عندها احيان المداق جيد يدير الزبدة البلدية للطفل في الخبز ولا بأس لا بأس إذا كان الطفل يريد هذه الأشياء اللي يقدر الخبز هتكله كيبغي طريقة الخبز كيبغي خمس كيبغي تديلي فخبز إذا هذك تفتح الخبز وتعمله بيضة بلدية مع هذة زبدة البلدية وما محتاش الطفل يأخذ معه وغايكون جيد كتير إذا كان الخبز سخون الخبز سخون ويشرب معه آتي مش حليب شرب معه آتي شاي هذا الطفل إذا مشى المدرسة ما يأخذ معه ومن يرجع يتغدى في المدرسة الآن أتمنى دكتور من المنظر أنهم يستشرق يعني هناك أطفال عندهم حساسية ويأكلون البيضة حتى أي المدرسة ينبطون السجل حتى أطفال عندهم حساسية في المدارس المدارس لا يستطيع إدجاج البلد للناس يستطيع إليهم قطاني فقط ما طلبناش حتى لو كانوا قطاني يوميا ما عندناش مشكلة وطبعا هاد المدارس مادم أنها حرة أو خاصة وكتعمل يكون عندها الغذاء داخل المؤسسة هذا ما يمناش عندهم استشاري مثلا طبيب نفسي لم يكونش عندهم مختص في التغذية لأنه مهم جدا الأطفال ديها لا يمكن أن يستشاري هذه هي مشكلة آخر كان بعد المدارس في الدار البيضاء مدارس تدائية على الخصوص كانت أيضا إعدادية كان بعد المدارس حرة في الدار البيضاء لجزام الله وخيرا الناس الذين يخدمون هذه البلاد جزام الله وخيرا وكان خير في هذه البلاد أنهم لو يعطيهم هم الأكل مع العشرة ولو هم يشريوا أشياء على الأطفال لو يعطيهم فواكه جافة ومنعوها على الأطفال يجيبوا أشياء المؤسسة جيد وهذا ما بسردات الحديثة نعم لماذا الطفل المغربي لماذا يريد أن نعطيها الطفل؟ لماذا يريد أن نعطيها الطفل؟ نعم هذه الأشياء اللي عندنا هو أن الأمهات يتسرعوا وأن الأمهات يخافوا على الأطفال وذلك الخوف يؤدي بهم لبعض السلوكات الخطئة التي تعطيها الطفل تحذروا عايا كل هذا خطأ يعني تمنع الطفل من أكل أي شيء من الذي سيضر الجوع سيبكي على الخبز الخبز هو المادة القوية الأساسية للأطفال بشرط يكون خبز الدار ويكون خبز بالنخالة وإذا كان بالخميرة البلدية فالطفل لا يحتاج أي شيء معه يعني يكون غداء متكامل الزيتون نكملوا قبل 1 دقيقة قبل المكالمة نعم دقيقة باش نكملوا المكونات تغذية الطفل تكلمنا عن اللحوم اللي جيدة للطفل حتى لحم البقار والغنم جيد للطفل ماشي مشكلة ولكن اللحوم القوية اللي فيها ملاح والفاجية جاج البلدي والبيض البلدي والسمك ولكن حتى لحم الخروف لحم الخروف جيد للطفل بشرط ما يكونش الطفل يأكل مواد صناعية إذا كان يأكل مواد صناعية إذا أكل لحم الخروف ستكون لعدو أوبيزيتي ستكون لعدو تخمة ماذا هذه الكريشات؟ هذا البطن للأطفال كله ولا خارج المكون الرابع نتكلمنا عن اللوح نتكلمنا عن القطاني نتكلمنا عن فواكه الجافة هي مكون أساسي للطفل اللوز والقرقاء والتمر والشريحة والزبيب هذا هو مكون أساسي ثم المكون القوي وزيت الزيتون مع الزبدة البلدية زيت الزيتون مع الزبدة البلدية بالنسبة للأطفال الصغار يجب أن يغمسوا زيت الزيتون في الصباح إذا كان خلد الغذاء رغذاء متكامل إذا لا يريد أن الطفل يفطر بالخبز وزيت الزيتون لا يأكل شيء لا يأكل شيء في المدرسة من الذي يضره الجوع المرة التي تضع لزيت الزيتون يأكله لأن الأمهات يكونوا صارمات شوية مع الأطفال ولكن لا يعنفوش الأطفال يكونوا صارمات ولكن دون العنف يعني ممكن يتحايلوا على الأطفال وممكن أي أي شيء فهذا ثم المكونات الأخرى تتبقى مكونات داخل التغذية بحل منتوجات الحالي بلا مكانش عدو حساسية بحل الخضار الرز الأشياء هذه طبعاً جيدة مثل التفاح مثل الرمان مثل الأشياء هذه هي داخل التغذية إذن سنحرر أخير مكالمة في هذا اللقاء تشير الإيمان السلام عليكم السلام عليكم السلام الإسم الكريم أم حفصة مدار البيضاء أهلا بك أم حفصة هذا اسم جميل حفصة تفضلي أم حفصة أولاً كنشكركم على هذا البرنامج القيم الله يباك فيك ثانياً كنسول الدكتور شنو ألسين المناسب لإعطاء العسل للقاس الصغير نعم والتمر ساوص في العام الأول إنتاً ممكن أن أعطاه إليه ليس مشكلة دام اللون نعم وبالنسبة للأكل اللي كنضيفوليه مثلاً زرع الكتان وللناسا والذي كلمواد اللي كي تقرأ نعم وش ممكن أن نعطيه على القاس اللي عيني بدون خوف بدون نعم نعم إذن شكراً لك أم حفصة نعم هذي سؤال مهم جداً جزاك الله وخيراً علي ينبهتنا لأن كيفما كانت الحالفة الكامل ولله سبحانه وتعالا ينبهتنا لبعض الأشياء مهمة جداً لتغذية الطفل اللي فيها هذه الحبوب ذي الحبوب الكتان والحبرشاد الكتان والحبرشاد والنافع والسمسم يعني زنجلان بالنسبة لابتداء من أي سينكين هناك مكونات ممكن تعطى حتى للرضيع حيث تذكرات تقتلك العسل زيت الزيتون والتمر والعسل ولكن الشرط يكون عسل جيد الشرط أقول الشرط يكون عسل جيد نعم لأن بعد النحال الآن ولو يقولوا الناس بأن عسل جيد وما يعنيوا بهم لا يوجد سكار ولكن لا ينسوا بأن الشمع اللي تعطى للنحال صناعي الشهد الشمع الشمع اللي يدار في الجباح اللي عد النحال صناعي الطرفين لأن الناس نعطيهم فكرة للناس لن يبقوا يكذبوا عليهم الناس ويبقوا يغفلوهم أكيد يعني نحن الآن في عصر العلم وعصر الإعلام فخص الناس يعرفوا لأن الإعلام ذا هو ولي ولا عدوا الدور للتوعية مع الأسف الشريد والواحد ذا يقف في المجتمع باش يعرف الناس بهذه الأشياء هذه إذا كان عسل حر جيد عسل طبيعي ممكن حتى الرضيع يتناولوا ليس هناك أي مشكلة وخي يعمل إسهل ليس هناك مشكلة والعسل يعمل إسهل زيت الزيتون والتمر والعسل هذه الثلاثة ممكن الطفل يأخذهم من الأسبوع الأول حليب الإبيل حليب الإبيل حليب الجمال وحليب الشات حليب الغلم ممكن الرضيع يأخذهم دون أي مشكلة حليب البقر لا حليب البقر لا يستنى الطفل حتى يكمل سناء أو لا يعني لهذه الحبوب التي تكلمت عليهم السيدة هذه الحبوب تلعبوا في دور مهم جدا الأطفال داخلهم منذ أولاد المدرسة منذ يصل الطفل 6 سنواته الفوق منذ يحفظ ومنذ يتعلم يخصوا المكونات الحمض الأوميغا 3 تكون مهمة في أكله الأطفال يأكلوا سمك ليس هناك مشكلة سمك يوميا الطفل يأكل سمك يوميا لا يمكن أن يكون مسشكلة الأطفال لا يأكلوا سمك ويأكلوا اللوز القرقاء جيد في حمض الأوميغا 3 ويشوفوا الناس القرقاء يدعون شكل المخ لماذا؟ لأن هناك مكون حمض الأوميغا 3 الذي يساعد على الحفظ وحتى الكبار الذين يريدون أن يحفظوا القرآن يريدون أن يأكلوا هذه الأشياء من شكل الأطفال يعني هذه تزيد في قوة الجهاز العصبي على البرمجة ثم هناك حب رشاد في حمض الأوميغا 3 ولكن هناك ستيرولات في الفيتوستيرولات وهذا الفيتوستروجين يسخنوا يعني كان بعض الأطفال عندهم نقص هرموني يكون دائما مبرد كنقولون مبرد يدروا البرد ويمبورشوا ودائما يريدون أن تلبسوا كثيرا هذا يكون عندهم نقص هرموني يكون اليود مكوين فيتامين باء ويكون عندهم مشكلة في حمض الأوميغا 3 إذا كان عندهم حمض الأوميغا 3 والفيتوستروجينات الطفل يكون سخون ويكون تصب هذه الأشياء فين هنا؟ هناك زيت الزيتون زيت الزيتون يسخن الطفل تمور يسخن الليمون يسخن الطفل حب رشاد يسخن الطفل زرعت كتان يسخن الطفل من غير الطاقة ولكن غير الطاقة هذه في أشياء حارة يعني معنى حارة يعني تزيد في حرارة الجسم اللي منها حمض الأوميغا 3 واللي منها هذه الفيتوستروجينات يعني هذه الهرمونات النباتية هذه تسوي فيزيولوجيا الجسم هذه الحبوب بحل زرعت الكتان والحب رشاد هذا ضروري ولكن المقدار لا مش بحال بحال الملعقة كبيرة ذي الزرعت الكتان طفل ممكن يتناولها ليس هناك أي مشكلة طفل من سيد سنوات وفاما فوق ممكن يتناول ملعقة كبيرة زرعت الكتان ليس هناك أي مشكلة حيث هنا جاني واحدة سؤال قبل ما تكمل دكتور جميع هذه المعلومات هناك سيدة عبرها في صفحة الفيسبوك قالت بأن الطفل ديلها أصيب بفشل كلوي طبيب قال لها لأنه كان يتناول يشرب بكثرة المشروبات الغازية نعم أكيد لا أكيد يعني قول في محلي ونرجع للمشروبات الغازية سنرجع للمشروبات الغازية لأنه علينا وعادة تشوف أي مشروب غازي نعم يعني حتى المشروبات الغازية في هذه درجات يعني هنا فنرجع لحب رشاد حب رشاد رأس ملعقة صغيرة يعني حبيبات ديل حب رشاد يكونوا في الأكل يكونوا في الحساء أو في البصارة أي شيء حب رشاد مع الأسف كانت هناك مستحضرات مغربية لكانوا النساء سهل يسهل عليهم إضافة الحب رشاد مثلا الفتيل تشطبه والبركوكشو الهربل والبصارة والحسوات وكانت أشياء وكان حتى الجبن كانوا ناس عجبنوا الحليب كانو يزيدون لحب رشاد هناحب رشاد لا أردو مقاش استعماليه كثير وهو مهم للأطفال يعني الأطفال الذين كانوا يحفظوا القرآن كانوا يفيدوا الحليب وطيبوا لمصباح الحليب ويزيدوا في حب رشاد يعني يشرب الحليب في حب رشاد يسخن أولا ما يكبقى دهروا البرد ثم يزيد يحصل يحفظ القرآن هذا وكانوا يعملوها للمحضرة من قبل جدتي رحمها الله جدي كانت يحفظ القرآن كيكتب اللوحة وكان جدتي هي اللي كانت طيب الحليب تدير في حب برشاد حفنة دي الحب برشاد المحضرة كانت وكتار جدي كانت عنده تقريبا شي 30 محضر كانت تدير حفنة دي الحب برشاد مع الحليب كتصخن كتعطيل المحضرة يشربوا عاد كيدخلوا يأخذوا اللوحة وعلينا نحن سبحان الله بلد المعجزات نحن بلد طيب ولكن هذه الأشياء مع الأسف ما تدونتش ويعني احنا عدنا لماذا سنقرأ هذه السوسيولوجيا الغرب لماذا نقرأ سوسيولوجيا لماذا لعدنا سوسيولوجيا ديانا ديان المغرب لو كان هذه السوسيولوجيا دينا الدونت لكانت إيها من السوسيولوجيات الراقية اللي كان العالم يتبعنا مش هنالين يتبعوا العالم لكن مع الأسف شديد خلينا هذه الأشياء علم التغذية داخل في السوسيولوجيا ليس هناك السوسيولوجيا بدون علم التغذية والتبادل التجاري والتبادل المنتوجات في البوادي وفي الأسواق فيها علم السوسيولوجيا وعلم السوسيولوجيا مبني على التبادل والتبادل شنو كانت الأغذية ما كانش من قبل شنو كان كانت الأغذية صافي أيómo يغلي الجامعة عادي العلم السوسيولوجيه هي السوق العروبي wir نعم السوق العروبية هو الجامعة دية العلم السوسيولوجي اللي تمشي معاها من العلم كيفاء النس كية تعاملوا المسائل كية التتم والتفاقيات وفيه محكامة وفيه كل شيئ والسوق البضية فالآمين دية الرحبة البهائم والآمين دية رحبة السلعة والآمين دية الخضارة والأكيناكسoman فهذه المسائل هذه هي علم السوسيولوجيا الحقيقي لكن مع الأسف Langam هذه الأطفال دينا الآن كما قلت في البداية الآن ما عادناش مشكل في البداية الطفل ناضج في المدينة وطفلين في المناضج القرآن يتكلم عن عن يتكلم عن الرشد القرآن يتكلم عن الرشد لا يتكلم عن البلوغ القانون الوضعي يتكلم عن البلوغ نحن لا نعرفه بلوغ لكن نعرف الرشد معنى أن الطيف العشر سنين ممكن يكون راشد وخما بلغ وممكن يكون عشرين ومراجد ولكننا كاننا نتعامل بالقانون ما لم يوصل إلى لحد العمر كان نحس بها راهر عرابي ولكن على الرغم يأ� coment Βالغ ولكن ما بتشprochen راشد حتى القرآن يتكلم عن سيدنا إبراهيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين يعني هناك يتكلم عن الرشد ثم أن القرآن سيدنا إبراهيم كان فتى من يجل الأصنام حطهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم وقالوا له إبراهيم فتى القرآن يتكلم عن فتى فهذا الفتى هذا السيدة التي تكلمت سألة منفاس وقلت لها أن هذا الطفل نموذجي هذه الأطفال التي عندهم تبول إرادي والتي عندهم الأنيميا والتي لا يحصل والتي عندهم كثرة الحركة والتي عندهم النموذيهم ناقص والتي عندهم العظام ديهم رقيقة والتي عندهم التهاب اللوزتين كل شهر هذه الأطفال ممنوع لهم المواد الصناعية فقط هذا هو العلاج ممنوع المواد الصناعية بما في ذلك المشروبات الغازية ومشتقات الحليب بما في ذلك مشتقات الحليب حتى الحليب ممكن يتناوله ولكن مشتقات الحليب لا لماذا؟ لأن هذه المشكلة التي نرى كثرة استهلاك مشتقات الحليب فهي لحيدوا لمجميع المواد الصناعية بإنفان في ذلك الزيوت الطفل يبقى يأكل زيت زيتون ويطيبوا لي بزيت زيتون ويطيبوا لي في الطين ويطيبوا لي في أواني جيدة ويأكل طبخ المنزيل ويخليه يجوع ويلعب يتحرك غادي يحصل مزيان وغادي يكون بصحة جيدة أما هاد السيدة هادي غادي الطفل دي لا تبقى تحذره وتعطيه مواد صناعية ولا تعطيه صندية ويشاتي اديها معاه وتحسبو علي ولا تتعدلوا أشياء هذا لا يفيد الطفل في شيء المكونات اللي تكلمنا عليها معرفوها الناس اللحوم جاج البلدي والبيض البلدي البروتينات والسمك وكذلك الأحم البقر والغنم والأحم الغنام جيد للطفل هذا والفواكه الجافة الفواكه الجافة من اللوز والقرقع ومن حتى التين والتمر والزبيب القطاني من الحمص والعدس واللوبيل قطاني كلهم جيدين اللي بغى هاتف اللي يأكل أبغى العدس يأكل أبغى الفول يأكل حتى الناس الان ما يرضاوش يصمقي لولاذه من الفول علاش ميصلقوش لي من حمص، لان الطفل كيبغي Manchester wearing a طفل د gera thexy ولكن ما تقدرش تصلق لي الحمص وتبرك معي حتى يأكل تجلس معshoف له Adding hepat te cool كلك تحط لي المимоك لو تمشي يعان انا اكل مع原因alı يجب ان تأكل مع단 طفله والله حتى الحيواناشوالنس يكبين. اللي حفل 우리가 فعلها يكبين الحيوان والله الحيواني لما وقفتيش معه تعلف ما يسمنش يازم أن تكون معه حتى علم النفس الآن كيتطرق على علم النفس عند الحيوان الحيوان الفلاحي لما بقاش معه التور ولا الخروف حتى تعرف ما يسمنش يعني طبعا فكيف بينا وإحنا عدنا مخلوق نفخه الله فيه من روحيه وهو مكرم ومعزز هذا الطفل تأكل معه هذه المكونات اللي تكلمنا عليها مهمة جدا في تغذية الطفل لازم نعلم زيد الزيتون بالنسبة لحبوب الشعير احسن إليك القمح يكون بالنخلة وبالنسبة الخضر كلها الخضر كلها جيدة للأطفال والفواكه الطرية من اللي سبحان الله نعطيه الناس الحل هنا دائما الناس غير يسكينهني على البديل دي ما السؤال يجينه والبديل ما البديل وكأننا يعني أصبحنا مستحيلة اللي بغي يعطي لولده شي حاجة يديها المدرسة إلا ما كانت عنده الحساسية يعطيه لوزو قرقاعي يعطيه التمر يعطيه شريحة يعطيه hintبيب يعطيه الحمص مقلي يديه معاه لمدرسة يعtał مرلي يجيبه ولا يعطيه تفاحة ولا يعطيه إجاسة ولا يعطيه بورتوقالة يديها معاه لمدرسة ولا رمانة الآن ده بعضنا الرمان أو خبز يعطيه رمانة ولا يعطيه طرف ديلا الخبز في الزبذة البلدية لا يعطيه طرف ديلا الخبز في الزبذة البلدية أو بيدا ما عندنا مشمشكين إنشاء الله وممكن هذا شيء يكون بسلام ولكن أنا أقول بأن الآن اللي ركزنا عليه التغذية الطبيعية في المغرب عدنا طبخ في المنزل مهم جدا للطفل المكونات اللي تكلمنا عليها مكونات مهمة ولكن هذه المكونات ما تعطيش نتيجة وما قداش يبدون أن نحبس وبدون أن نبتعد نعم النقية هذا الطفل من هذه المضافات الغذائية اللي هي الآن أصلاحة خطيرة ولا عدنا المشكلة للسرطان دام عند الأطفال في المغرب بدك يطلع بوحد شكال رهيب لأن ربما يكون عندنا آتار ديالمنتجات مغيرة ويراتية مستوردة يعني نحن لا ندري حتى الصناعة الآن خاصة تكون مراقبة لأن جميع المواد الغذائية اللي نسميها غذائية اللي غد يأكلوها الناس الآن خاصة تخضع المراقبة مع الأسف ليس هناك مختبر للتغيير الوراتي في البلدان العربية كلها ليس هناك مختبر والتغيير الوراتي هو الكاريتة ديالعصر الآن وليس يكون مشكل كبير مع التغيير الوراتي نعم ودكتور كانت مننا وأن الأمهات يستفدوا طبعا من كل ما قدمته لنا اشتركوا في القناة